سلام الله عليكم ورحمته وبركاته الحمد لله وصلاة وسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من منا يحسب أن الحياة تسير بدون معاصل وأن الإنسان سيسير دائما منتبها إلى طريقه في رحلته إلى الله عز وجل دون أن يقصر من منا يظن أنه معصوم من منا كان يعتقد أن الصحابة كانوا معصومين لو تأملت حياتك لوجدت فترة من النشاط لربما جاءت بعدها فترة من الخمول وبعد هذه الفترة يستمر الإنسان أو يستيقظ أو يعود مرة أخرى إلى نشاط وهكذا فحياة الإنسان فيها تقلب ولربما الإنسان يسير بين طاعة ومعصية والإنسان فينا ليس معصوما كذلك كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم لهم العصمة في الإجمال لكن كم منهم من يقع في المعاصي بعضهم شرب الخامر بعضهم ارتكب المعاصي بعضهم وقع في بعض الكبائر لكن في المجمل كانوا يحاولون البعد عن هذا وكانوا أكثر قربا من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ذلك أحدهم سار في الطريق في أثناء سيره في الشارع رأى مرأة على الجانب الآخر من الطريق ألقى الشيطان في قلب كل منهما أن الآخر ينظر إليه يعني هو يسير في طريقه نظر فإذا امرأة على الجانب الآخر وهي نظرت فرأته أخذ ينظر إليها وهي تنظر إليه وألقى الشيطان في قلب كل منهما أن الآخر معجب بصاحبه هو بيقول أن هي معجببية هي بتقول فلن بيبصلي معجبية ظل يمشي على هذه الحالة حتى اصطدم بنخلة فأصابته بشج في رأسه شج عن دماغه تفتحت لما سأل منه الدم أفاق ثم قال لنفسه والله لن أمسح الدم حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وظل الرجل يسير إلى مسجد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسأله عن حكم ما حدث ماذا أصنع وكيف أتوب وكيف أطهر نفسي لما وصل إلى المسجد كان وقت العصر فتوضأ وبالتالي غسل وجهه توضأ لصلاة العصر وصلى العصر مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أقبل على النبي صلى الله عليه وسلم ونسأله قال يا رسول الله وقع مني كذا وكذا وكذا ما حكمه الآن سأله النبي صلى الله عليه وسلم هل صليت العصر معنا قال له نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد نزلت عليه الآية تجيب هذا الصحابي أقم الصلاة طرفين نهاري وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبنا السيئات ذلك ذكرى للذاكرين طرفين نهاري يعني في أول النهاري وفي آخره احرص على صلاة الفجر في وقتها صلاة الصبح في وقتها احرص على صلاة العصر قبل غروب الشمس احرص على صلاة العشاء واحرص على ذلك طرفين نهاري وزلفا من الليل حاولنك أنت تقوم الليل ونتحاول تقرب من ربنا سبحانه وتعالى وحاول تتوب وحاول تستغفر وقيام الليل له أثره في النفس ثم قال إن الحسنات يذهبنا السيئات الفعل الطاعة بعد المعصية يذهب المعصية انت أخطأ بسرعة تقرب من ربنا سبحانه وتعالى عملت ذنب بسرعة حاول تعمل طاعة حاول تتصدق حاول تستغفر ومتوضى وصلي اعود اذكر ربنا سبحانه وتعالى واستغفر ربنا اعمل لنفسك مجلس للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يعني اعود صلي على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذا بمنزلة الاستغفار حاول أن تقرأ قدر من القرآن الكريم يعني حاول أن تفعل طاعة وحاول أن تذكر الله سبحانه وتعالى وأن تتوب عن هذا الذنب الذي فعلته قال الله تعالى إن الحسنات يذهبنا السيئات ذلك ذكرى للذاكرين كما قال نبي صلى الله عليه وسلم في الحديث وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَتَمْحُهَا عملت ذنب اوعى تعد وقعد ساكت وساكت بعد الذنب ومستني ومش عارف أعماليه وأصلا مكسوف من ربنا لا ده وسوسة شيطان الشيطان يدخل للإنسان بعد المعصية يقول له بعد ما تعمل المعصية أنت رايح تصلي مش تبقى برضه مكسوف من ربنا فيعود الإنسان ما يصليش بقى يعني ينفع تمسك المصحف دلوقتي وتقرأ القرآن بعد ما عملت الذنب الفلاني ما أنت لسه كنت بتكلم مع فلان وجبته فصيرة الناس بقى بعد ما تخنقت مع فلان وتلفظت بلفظ لا يحق لك ولا يصح ولا يجوز تقوم تعد تذكر ربنا فيقول الشيطان للإنسان يقول له أنا مكسوف من ربنا هذا ليس كسوف هذا ليس حياء إنما الشيطان بيحاول يبعدك عن الطاع علشان يفضل الذنب موجود إنما لو حضرتك مكسوف من ربنا صح تروح وتقبل على الله عز وجل فتتوضى وتصلي وتستغفر ربنا وتصر على فعل الطاع وتسأل الله عز وجل للهداية والمغفرة والقبول قال الله تعالى إن الحسنات يذهبنا السيئات ذلك ذكرى للذاكرين فقال النبي صلى الله عليه وسلم له صليت العصر معنا قال نعم قال إن الحسنات يذهبنا السيئات يعني أبشر بأن الله تعالى غفر لك هذا الذنب الذي فعلت من شدة فرحة الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم أهي لي خاصة أم للمؤمنين عامة الآية دي نازل عشاني أنا بس بتقول لي إن لنا عملت ده ربنا غفرهودي ولا الآية دي عامة لكل المسلمين أي حد يعمل ذنب ويرجع يتوب ويعمل حسنات ربنا يسمحه قال بل هي للمؤمنين عامة أيها الناس أقبلوا على الله تعالى بقلوب خاشعة ضارعة أسأل الله عز وجل لي ولكم التوبة والمغفرة والقبول والهداية وصلاح الأحوال وأن يذهب الله تعالى عنا سيئاتنا وأن يعفو عنا إنه سميع قريب مجيب الدعاء استودعكم الله سلام الله عليكم ورحمته وبركاته